ريدنا معكم مشاهدين وطبعي قناة الأهلي في كل مكان وكواليس الأهلي في المنديال وآخر استعدادات الفريق للمباراة الأولى أمام الدحيل القطري يوم 4 من فبراير المقبل تفاصيل كتير وأمور غاية في الأهمية هنعرفها كمان من خلال اللقاء الهام جداً اللي معنا في هذه اللحظات مع مستر بيتسو مونسيماني المدير الفني للنادي الأهلي وأيضاً معنا الدكتور عمرو محب القائم بأعمال الترجمة دكتور برحب بك طبعاً وبرحب بمستر بيتسو مونسيماني شكراً لكم جداً، لديكم معكم سعيدًا تلك الخاصة معكم نعم، نحن في البداية طبعاً نعود نتكلم عن أنتباعاته عن أول مشاركة له مع النادي الأهلي في بطولة كاس العالم للأندية خصوصاً نعم شارك في البطولة دي قبل كده لكن المشاركة كمدير فني للنادي الأهلي في حد ذاتها بتمثلوا نعم، إنه لزول عمرو تزور محسنة لي هنا لنوجه مكان مكان نوع من خلال هنا في العالم أكثر من أن تكون هناك. كل المعارضات، إذا كنت في أمريكا أو أمريكا أو أوروبا أو أمريكا، فإنما أنك لديك مجتمع، أنك ليس لديك مجتمع، فإنك تريد أن تكون هناك. لذلك، ما شعر ممتع وممتع. إنه شرف لأي فاق، سواء من أمريكا الجنوبية أو أوروبا، بس من أفريقيا، وأنه يكون هناك في كاسل عالم، في محفل دول كبير، فأي شرف لأي نادي يكون هناك في كاسل عالم. وأنا شعر ممتع بأنني هناك مع ألي الآن. لقد كنت هناك في 4 سنة عام، ولكن شكرا للمشاهدة. لقد قمنا بعمل جيدا، لقد قمنا بعملنا نفسنا هنا، لقد كنت أمريكا من أفريقيا، لذلك نحن هناك. سعيد إنه مع الأهلي هنا موجود، وكان موجود هنا قبل كده من أربع سنوات مع سانداونس، بس هو تبعاً بيشكل الفريق، إنه لعب كويس، وأدى قبل بلاء حسن، فتأهل ونخد دوت أفريقيا، وبقنا هنا مع الفريق في كاسل عالم. بطولة صعبة فيها أفضل فرق في كل القارات، لذلك نحن هنا. طيب، التواجد قبل أول مباراة بأسبوع، ماذا أهمية الوصول مبكراً للضوحة، والاستعداد من خلال التامرينات في كاتر، قبل أول مباراة بإذن الله؟ من خلال التامري؟ يجب أن تفعل ما يجب أن يجب أن تكون أفريقاً لذلك يجب أن تتبع المنزل من أفريقاً ماذا جهزيت اللاعبين خصوصاً بعد أخذ أول مران بالأمس وبالتحديد كمان عايز أتكلم على حالات بعض المصابين وماذا جهزيتهم وماذا إمكانية لحقهم بالمبرأة الأولى بالتحديد محمد هاني وحسين الشحاد لا، المساعدات ستحدثون هذا مجموعة مجموعة ولكن لذلك لدينا مجموعة مختلفة الذي تعرف أمس المشكلة مع أمس المساعدة مع أمس المساعدات أو مع أمس المحاصرة ومع أمس الأشعر على العيد سلوما ومع المشاعدات المحاصرة قمنا بها لذلك يجب أن نحن نحن لك هذه الخلائطة نزالي ولذلك أنهم أشكرون ولهما يجب أن تسهل عندما يجب أن يجب أن يكون عندما تشعر 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 ولكن تعلم أنهم يريدون أن نتعلم ولكن نتوقع أنه عندما نبدأ ربما سنعود انظراء العضلية وأعطي للعبية شد في العدلة الخلفية يدفع ويجب عليها لن تستغرر سنرى حلول هذه الأزمات خلال العضلية خلال رحلة السفر للاحظت على العاماتنا الطائرة لنادي الأهلي في متابعيته العدد كبير جدا من لقطات الفيديو لمبارات الأهل السابقة وبتحديد كمان بعض مبارات تتعلق بفريق الدحيل الكاتري وكمان كان في بعض اللاعبين أيضا بيتابع من خلال أجهزة اللابتوب الخاصة بهم لقطات لفريق الدحيل هل ده كان متفق عليه ولا ده من نابع المسئولية الملقاة على الفريق ككل وأهمية الفوص في المباراة الأولى إن سعيد حكتكالف النقطة دي والحاسة دي معنى أن بين اللاعبة اتغيرت وابقى رامج أعداد بشكل مختلف فهم يجب أن يتم تحكم يجب أن تحكم عليه وقربهم بشكل محق إنهين يومي منظر لا يمكنك تحكم عليه وبيا منذ ساحتنا عليه أن تحكم في الفحامة الأولى أن تحكموا في المباراة الأولى يجب أن تكون معه في نفس المغواناتات وكيف يحول هماذا جمعه لا يمكنك أن تعلم على الرجح النوع للغاية لذلكش أكثر أنك ت خلال قطع الناس هنا لأجيزاء يستمرون statisticين ، جمهروني و الاجتماعين يخضونيهم و يجب أن يجبوني يجب أن يمس معاملتنا منوضبه على ايباد أو او لبنز الأكمل ونقم التوقعهم يتظهون المرتفع وهذا الآن يجب أن يجب أن يتظهون المرتفعة هذا الأمر مهمة وفهمتهم قول حياتك قد كويس انك لاحظت حاجة زي كده ده اختلاب بعد ان اغير ثقافة اللاعبين هنا في مصر هو الاول كان بيقول المدرب هو بتفرج اللاعب كان بيقول كده دلوقتي لا مسؤوليتك اللاعب تتفرج وتشوف ماتشاطك وتشوف ماتشاط القسم بتعمل ايه وتشتغل ازاي يعني مثل ايه مالسون زي ادفع عليه لو انا حلعب عليه ماني ازاي حركاته ازاي ده شيء مهم ودي قوة القدر الحديثة ودي ثقافة فوت تتغير وساعده بدأ بفيه تغيير حاصر واكد حيك رحسته اللاعب كلها بتجيب الايباد والتابلت واللابتوب وبتاخد الماتشاط تفرج عليه دون الغوص في الجوانب الفنية بشكل كبير لكن انا عايز اخوض انطبعات مبدئية عن رأيه في فريق الدحلة القاترية فريق قاطر جدا وهي عادي مدفع عتريا لولاية بشكل جيد وهي عادي مدفع الجيد ويقاني على حافظه بنير جدا وهي عادي مدفعي جدا توما انطبعات مدفعية وحفظه بنير جدا أحفظوه من الناس أحفظون الجماعين يشتغل عن التأذير الاني قد تحكب جميع الجوانب كما انطبعات مدفعات مدفعية ومدفعات مدفعية ليس في هذا النقل إذن كمعين يجب علي أن يعرفون أعجابنا وليس لن تأسرهم وكثيره ، كيف ن específic عن أجل بيين لن يجب أن تلقم؟ يجب أن نع试 بي woodwell first and it's not gonna be easy, it's gonna be a very very big game Our defense has to be very good Same as our tech, its a collective أخذ منه رسالة لجماهير النادي الأهلي السعيدة جداً في الحقيقة بوصوله مع الفريق لكاس العالم للأندية بعد الفوز بطول الدوري أبطال لأفريقيا لكن هما كمان عندهم يعني حماس كبير وشغف كبير لتحقيق نتائج جيدة في كاس العالم للأندية حابب يقول لهم إيه في هذه اللحظات وقبل أيام قليلة جداً من بداية أول مغراف البطول؟ نحن بصدف لجمع مر book بعد الماضية في يحدث فبشياً هي فكرة خيال أ Lucas مرة أورسلة should اعودستان فكرة لجيب أنا فكرة وهم إيبغيسية البطولة لم تكن فيه. نحن جميعاً. ثم نتكن يجب أن نحن مرتفول و يقولون أن يجب أن يكون في نهاية العالم وأنه يهمنا شيئاً بشيء الشيء. هنالك مع الجرس مناتهم varias جهازين ولكن تنسألكم يجب أن تنسى أن هذا هو الخصوص أكثر هناك وهذاكي كتبت أمسيّ وإننا ممتازن يتعب بشكل جيد في مويدا جميع قائلا ومع نوع من فضلك بشكل بجدد ولكنك أمسيّ لدينا كبار العضل ومع وعنب أمسيّ أمسيلي لديه الكأسي أمسيلي ولكن أمسيلي علي ولكنه يحب أمسيلي إليه نحن أخبرنا أن نجعله على الأعزاء لنجعل كل شيء نحن نجعل كل شيء نحن نجعله جميعين نجعل كل شيء نحن نجعله وإذا لم يساعدنا كل شيء نحن نجعله لنجعل هذا التعامل نجعله لأن هناك عبارات من المعجلة مثل بايان بيقول لحياتك لما جينا هو الجهاز بتاعه على رأس الجهاز الفني المسؤولية الفنية الأهلي من الأربع شهور كان الكل بيقول له أفريقيا أفريقيا لما كسب بطولة أفريقيا بدأ الجماعة تقول له عايزين كاس مصر كاس مصر كاس مصر كاس بكاس مصر لاتي بتكلمه في طولة أفريقيا بتكلمه في كاس العامل عنده طبعا ده طبيعي إنه موجود هنا عشان يحق أفضل حاجة هو دي ما بيقول لعيبته ادي كل عندي كل بقول طبعا دي بطولة قوية جدا ولازم كون في مستوى عالي جدا فني وعلى كل المستويات بتنافس فرق مستوى الفني عالي وعندها ميزينات ضخمة بس طبعا الأهلي مش أقل منهم وعنده بريستيش كبير والنادي اللي قدية كلها بتفرج عليه والعالم كله بتفرج عليه إحدا هنا عشان ننافس بس أنا بقول دايما اللي عادي دايما أدي أكتر ما عندك ويبزي أكبر مجهود وسواء حقات نتيجة ما حقاتش نحترمك وتبقى أنت راضي عن نفسك بما أننا اتكلمنا عن جمهور النادي الأهلي فقبل ما اختم معاه لازم أسأله عن انتباعاته لما شاف جمهير النادي الأهلي هنا لأول ما وصل لمطار الضوحة وفي الحقيقة الجمهور كان أمام المطار وعلى مدار المسافة ما بين المطار لحد فندق لقامة حتى أمام فندق لقامة كمان كان في عدد كبير جدا من الجماهير انتباعاته أي رأي وإيه؟ لا لا This shows how big this team is ومن ثم يشعره للمسطرين بأن المصر كلها وراؤه في طازلهم كل المسطين يشجعهم وافريكا يشجع الرياض وتشجع المسطين بأنهم يشجع الأفريكا ويستطيع أن يسمح لكم أفضل 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 ليس أفضل أفضل. أتمنى أنها تساعد الأمعياء والجميع وهذا مجرد للجميع أنهم تقوم بمتازلات مدرعة وكذلك الأمبلم بالأمبناء تتحرك يعني أنه يجب أن تكون قادمة الأمبناء لأنه ليس هناك الكثير من المسؤولين لأنه يجب أن يتوقف أمبناء الأمبناء ويجب أن يخصر ويجب أن يجب أن يدفعون عنه هل سيكون المدير فاني للنادي الأهلي، هل سيشوف ده إزاي ومدى أهمية تواجد الجمهور لمؤذرة الفريق في المباراة دي؟ لا لا، أ've remember I've played against Ali before four times. So I know how the Spirit is. I felt it against us even though it is going to be restricted, it's not the same as in Egypt when they can all come. طبعا هناك تباعد الجمهير أعلي بكتير جدا من مصر جمهير كلها بتقيم للمدرجات لكن لا تستطيع أن تسأل أكثر لأننا لم يكن لدينا شيئا لكن لا تستطيع أن أكثر من ذلك أنا في الأول لم يكن لديه جمهير خلص فهذا جيدا إن شاء الله نفعله جيدا إن شاء الله نفعله جيدا شكرا 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 يا دكتور